من المنتظر أن تدخل إجراءات السفر الجديدة في بريطانيا حيز التنفيذ بحلول فجر الثلاثاء المقبل بعد أن نصحت الحكومة بعدم السفر إلى عدد من الدول إلا للضرورة القسوة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا تعتزم بريطانيا إضافة مصر والبحرين والسودان إلى قائمة الدول التي يتحتم على جميع القادمين منها الخضوع لإجراءات عزل الصحية صارمة وتضم القائمة الحمراء حاليا نحو خمسين دولة بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر كما قررت بريطانيا نقل البرتغال من قائمة السفر الخضراء إلى القائمة البرتغالية ما يعني أنه لا يمكن للناس السفر إلى هناك إلا لأسباب ضرورية بينما يتحتم على القادمين من دول القائمة البرتغالية الخضوع لعزل منزلي عشرة أيام مع إجراء مسحات للكشف عن بيروس كورونا بمعرفة السلطات الصحية وقال وزير المواصلات البريطاني أن هناك عدة عوامل ساهمت في اتخاذ القرار منها تضاعف معدل العينات الإيجابية في البرتغال منذ المراجعة الأخيرة وأوضح الوزير البريطاني وجود طفرة نيبالية ظهرت على ما يعرف بالسلالات الهندية وليس لدى الحكومة البريطانية ما يؤكد قدرة اللقاحات على التغلب على هذه الطفرات وهاجمت شركات الطيران قرار الحكومة واتهمتها بمخالفة النظام الذي وضعته بنفسها وبأن هذه الإجراءات تسهم في عزل بريطانيا عن بقية العالم